استقبل سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرمحي وزير شؤون الإعلام حيث أعرب له عن خالص التهنئة بالثقة الملكية السامية وتمنيا له التوفيق وسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام المكلة إليه وأشهد سموه بالجهود الوطنية المخلصة للسيد الرمحي في مجال شؤون الإعلام وبالخبرات الإدارية الواسعة التي يمتلكها الأمر الذي سيسهم في تطوير الإعلام البحريني بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في إبراز الوجه الحضاري عن المملكة وما واصلت إليه من تنمية مستدامة في مختلف المجالات وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أهمية مواصلة العمل لتطوير الأجهزة والمرافق الإعلامية بما يواكب المسيرة التنموية والنهضة الشاملة في البحرين مؤكدا أهمية الإعلام الوطني في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة قضايا المجتمع والترويج لما حققته المملكة من إنجازات وبين سموه الدور البارز لوزارة شؤون الإعلام في دعم جهود مملكة البحرين للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حريص على التعاون مع الوزارة من أجل توحيد الجهود لخدمة الشباب من جانبه أعرب سعادة وزير شؤون الإعلام عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية السامية والتي تدفعه للعمل الجاد من أجل خدمة المملكة مشيدا بجهود يسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم الحركة الشبابية والرياضية وأشار سعادة الوزير لأن محور الشباب والرياضة يحتل أولوية ضمن استراتيجية وزارة شؤون الإعلام لما له من أهمية بالغة في دعم منجزات المملكة والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر